هذه المنازل الواقعة في ناحية الشنافية في الديوانية بدت فارغة من سكانها والتي تعرض البعض منها إلى التهديم تركها ساكنوها قصرا وتحت تهديد السلاح على خلفية مقتل شخص من عشيرة متنفذة في المنطقة اتهمت أحد أبنائهم بالوقوف وراءه لينتهي بهم الحال في هذه الخيام بمنفى صحراوي منذ أكثر من ستة أشهر بسبب الأعراف العشائرية العوائل هجموا عليها فاللي شو بيوتها أخذوا غراضها هاي مخدة غليجة ذهب افلوش شكوا عندنا بالبيت أخذوا المكاين مع الماي ضربوهن طلقات وحرقوهن لا مي لا كهرباء مهجرين احنا مي بارن منشرة بالشام السائي يعني حال نحال حش السامة للحيوان قرابة مئتي شخص بين رجال ونساء وأطفال الهجروا إلى هذه الصحراء القاسية أطفال حرموا من المدارس وباتوا فريسة للأمراض التي أودت بحياة أحدهم أما النساء فلسنا بأحسن حال وهن يشكين الحال أمام كاميرا الحرة منظمات إنسانية وصفت ما جرى بالكارثة الإنسانية التي تنافي جميع الأعراف الدولية وحقوق الإنسان معتبرة الفعلة أشبه بعمل الميليشيات المسلحة محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما جرى انتهاك صارخ لكافة المبادئ والحقوق الإنسانية في العالم الدولة تقف صامتة أمام هذا الخرق الهائل والإدارة المحلية لديها العلم والمسؤولية الكاملة بهذا الأمر وهي تقف عاجزة عن حل مثل هكذا مشكلة فهي بالتالي انتهاك هناك سلطة ميليشيات بكل معاني الكلمة سلطة ميليشيات اليوم تسيطر على هذه الشلة من الناس وهي تمارس قوتها وسطوتها بعيدا عن القانون الحرة حملت معاناة هذه العوائل إلى محافظة ديوانية فقام على الفور بإرسال قوة عسكرية من وحدات الطوارئ وفتح تحقيق موسع لمعرفة المقصرين وإرسال مساعدات طبية وإنسانية متوعدا بإنزال أقصى العقوبات على المسؤولين في الناحية وقادة الأجهزة الأمنية في حال ثبت تقصيرهم ستشكل لجنة تحقيقية اليوم إن شاء الله تعالى وترسل ميدانيا إلى هذه المنطقة إضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية ورجنة تتعلق بالخدمات لعادة هؤلاء المهجرين إلى أماكنهم باستثناء المطلوب قضائيا إذا ثبت أن هناك اسلوب ميليشيات أو اسلوب مشابه الميليشيات سنقوم بتطويق هذه المنطقة طبعا بعد اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وأخذ السلاح وتجريد هؤلاء من السلاح وإحالة المذنب إلى القضاء أرغمنا على ترك ديارهن قصرا تلبية لرغبة الأعراف العشائرية في مشهد ينتهك كل معايير حقوق الإنسان مشهد مأساوي يحتم على الحكومة والأجهزة الأمنية ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات التي تجاوزت حدود القانون من الديوانية ميثم الشباني الحرة شكرا